وهولكو موقف الزمالك دلوقتي في مجموعته بس لما روح لتصريحات جزالدو فريرة بعد الفوز النهاردة على التراجي فريرة بعد المباراة قال كنا افضل في الشوت الاول واجهنا منافس قوة جدا خططيا وبدنيا ونجحنا في تحقيق الفوز وحصد السلاس نقاط واللحظة اللي اعتمد فيها التراجي على رأسية حربة في الشوت الثاني قررنا ان احنا نعتمد على المرتدات وده امر بنمتاز به هجوميا بهني اللعبين واتمنى ان احنا نستمر على نفس الوتيرة في الفترة اللي جاية وقال اذا كان الزمالك بيرغب في الفوز خلال المباراة المقبلة هيفوز والامور بالكامل في ايدينا احنا تحدث عن دوري ابطال افريقيا وقال مشكلتنا في دوري ابطال افريقيا ان الزمالك خسر اول مباراة على ملعبه في مباراة لا نستحق فيها ان نخسرها مباراة شباب بروزداد وضربة الجزاء اللي احتسبت ضد الفريق وقتها وقال ان هي دي اللي عملت الازمة وقال ان اللي بيقدمه فريقه الزمالك في البطولات القرية بيكون افضل من الدوري وهنسعى لحصد ست نقاط من مبارتي شباب بروزداد والمريخ لحسم التآهل مباشرة للدور الثاني تحدث عن التراجي وقال ان التراجي يمتلك تسع نقاط وسواجه منافسين على مراكز التآهل واتمنى ان تكون النتائج في المباراة التراجي في صالحنا لتحسم التآهل للدور التالي وانتو فاهمين طبعا في ليلة بيرمي علي بس مش حابب اخش في الكصة دي دلوقتي مش محتاجين نتكلم فيها خاص محتاجين ان الزمالك هو اللي امور تبقى بيده يكسب الامورتين القادمتين ومايفكرش في حاجة تانية سيفيدين الجزيري بعد المباراة قال تصرحات ايضا مهمة وقال ان مجموعة اللاعبين في الزمالك هي نفسها للعبة الموسم الماضي وفازل بالدوري والكاس واي فريق كبير يمر بفترة التراجع مستوى قال ان احنا حققنا الفوز بالاجتهاد والعزيمة والاسرار والفريق مر بفترة صعبة لكنها انتهت بهذا الفوز وهدفنا متابعة الانتصارات وقال ان كل المباراة بالنسبة لنا مصيرية وهدفنا تحقيق الانتصار في الجزائر على شباب بوليزداد شاء الله وإذن الله